اللهم ادنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شرها ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اكتب لنا في هذه الليلة المباركة العتق من النار والفوز بالجنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقروة عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا غياث المستغيثين يا ولي المؤمنين يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حول من لا حول له يا قوة من لا قوة له انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم سلم عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم يا كافئك فيهم شرك الذي شره اللهم يا كافئك في المسلمين شر الأشرار وتآمر المتآمرين وعدوان المعتدين يا إلهنا ويا مولانا اللهم إنا نستودعك إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احكي دماءهم اللهم احكي دماءهم واصن أعراضهم وتولى أمرهم وكن معهم حيث كانوا اللهم أغلقت الأبواب إلا بابك اللهم إنا نقف بين يديك وأنت المسؤول بكل لسان لا ترد السائلين كريم في عطائك لطيف في بلائك رحيم كريم منان تواب يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اولي عليهم خيارهم واكفيهم شرارهم اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ويلا يرحمنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا من ذنوبنا اللهم يا سامع الدعاء يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت فارج أما المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم إنا وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين يا من يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه رؤوف رحيم اللهم اجبر كسرنا على ما فات من رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعل ما يأتي من رمضان خيرا مما مضى اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا وقفنا ببابك وهؤلاء عبادك اللهم أعطهم سؤلهم وفرج همهم واكشف كربتهم وأجب دعاءهم وأعطي محتاجهم وأغني فقيرهم وعلم جاهلهم وأهد ضال لهم اللهم اكتب لهم السعادة سعادة لا شقاء بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة